الحرب تهيمن على المشهد اليمني رغم تمديد قرار وقف إطلاق النار لشهر آخر من جانب الرياض بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك التمديد الذي أعلن من جانب المتحدث باسم التحالف ترك المالكي أكد أن الفرصة لا تزال مهيئة لتضافر كافة الجهود والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن والتوافق على خطوات جدية ومباشرة للتخفيف من معاناة اليمنيين والتوصل إلى حل سياسي شامل يأتي ذلك وسط تصاعد في الخروقات من جانب جماعة الحوثي بلغت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 114 خرقا بحسب إحصائيات تضمنها بيان الحقيق المالكي الحوثيون كعادتهم لم يكترثوا للقرار المعلن من جانب الرياض واعتبروه تمديدا للتصعيد وفقا لما نقل عن عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي الذي اتهم التحالف بالكذب والتبرير المسبق للهزيمة السعودية المتوقعة في محافظة مأرب على حد زعمه يأتي ذلك فيما تستمر المواجهات العنيفة في جبهتين رئيسيتين على الأقل هما صرواح والجوف حيث تشير الأنباء إلى إنجازات عسكرية متبادلة للطرفين في كلا الجبهتين وسط مؤشرات على استمرار الهجمات التي ينفذها الحوثيون على مواقع الجيش في هاتين الجبهتين وفي غيرهما من الجبهات خيار السلام يترنح على ما يبدو في ساحة اليمنية وفي ظل النهايات السيئة لتفاهم تستوكولم وفي مقدمتها اتفاق الحديدة إثر قرار الأمم المتحدة سحب بيثتها من الحديدة والذريعة هي الاحتراز من مخاطر وباء كورونا فقرار كهذا يأتي بعد ثلاثة أشهر من تمديد ولاية البعثة قبل أن تشهد جهودها إخفاقات تفاقمت مؤخرا على وقع تطورات خطيرة تمثلت في استهداف الحوثيين عضو الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة العقيد محمد الصليحي بإطلاق نار تسبب لاحقا في وفاته ترجمة نانسي قنقر